موسيقى السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام طائفة الأغوري من هم ولماذا يأكلون الموتى الهند بلد العجائب والغرائب فحضارتها ذات الإرسى الثقافي والدين المختلف والمتنوع وعلى منوال هذا التنوع والاختلاف هناك طائفة هندية تأتي بأفعال غير مألوفة لبني البشر والعالمنا الحاضر والماضي فهم يقيمون في زمننا ولكن بأفعال خارج هذا الزمان فهم يأكلون لحوم الموتى ويشربون الدماء ويسكنون المقابر ويحيون تقوصها بالعظام البشرية ويشربون الماء في الجماجم البشرية واليوم في هذا الفيديو سنتعرف على هذه الطائفة الخارجة عن المألوف طائفة الأغوري هي طائفة هندوسية والتي تعبد ما يسمى بالإله شافا يعيشون في قرية فارناسي شمال الهند ويفردون السياج مغلق حول معتقداتهم وعاداتهم فقد نشأت هذه الطائفة في القرن الرابع الميلادي وهي منشجة من طائفة حملة الجماجم الكابالاكا وقد كانت تتقرب هذه الطائفة إلى الآلهة بالقرابين البشرية فهي واحدة من أغرب المعتقدات الدينية في العالم وهي فلسفة القرمة أو ما يعرف أيضا بفلسفة التناسخ فكل الطائفتين تعبد الإله الهندي شافا إله الضمار عند الهندوس وقرينته شاكسي فيغطون أجسادهم برماض البقايا البشرية المحترقة ويأكلون اللحم البشري أيضا اعتقادا منهم بأنه يمنح لمن يأكله القوة الروحية والجسدية العالية ويساعده على إطالة عمره الأغوري كلمة تعني باللغة السينسكريتية لغة الهند القديمة التي تتعبت بالهندوسية الشجعان الذين لا يخافون ويعتقد الأغوريون أن السلطة والقوة تأتي من العيش بين الأموات والجسس معتبرين أنهم يستمدون روحانياتهم من رجل دين يدعى كيناران 250 عاما قبل قرون من الزمن فالمبدأ الأساسي لممارساتهم هو تجاوز قوانين النقاء لتحقيق التنوير الروحي للتوحد مع الإله فيرون أن الجسم غير منطقي واللحم والدماء عابرة فالمنهج الأغوري هو كسر المحرمات وتجاوز المفاهيم المعتادة للخير والشر فطريقهم للتقدم الروحي يشمل ممارسات خطيرة ومجنونة فلا يفرقون بين لحم حيوان أو بشر إذ يأكلون ما يجدونه يعيش الأغوريون أغلب الأحيان في عزلة ونادرا ما يصكون بالآخرين وليس لهم أي روابط أسرية أجسادهم مغطى برماد الأجساد المحروقة وشعورهم غير منصقة وكسيفة تغطي جباههم ويعيشون عراه إلا من عقود من الخرز وقطع من اللحم مجدولة على صدورهم ويدخنون المريغوانا ولا يخرجون من عزلتهم إلا في أيام كامباميلة وهو الحج الهندوسي الذي تجري فعالياته في الهند كل أربع سنوات ويعد مهرجان كامباميلة وما معناه الوعاء المقدس أكبر تجمع سلمي لإقامة شعيره في العالم ويحضره نحو 150 مليون شخص حيث يقصد الزوار نهر الغنج ليستحموا أو يغتصوا فيه اعتقاضا منهم بتخلص الجسد من الأمراض والروح من الخطايا بعدما يقطع عشرات الملايين من الهنود آلاف الكيلومترات للقدوم إلى النهر المقدس بحثا عن استعادة الحياة عبر الاختسال به وعندما يموتون فإن الأغوريون الآخرين لا يلتهمونهم بل إن أجسادهم تخرق أو تدفن مثل الآخرين فيا لها من طائفة تحتاج أن تقتلع من هذا الزمان شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر